اشتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد بنته تالية اللي صار عمره عشر سنين ونشرت سيرينة ع صفحتها الخاصة صور مع بنته هي وعبتتها وعلقت ع الصور وعبرت عن حبه وفخرة ببنته وقالت اميرتي صار عمره عشر سنين ما عم صدق كيف مرقه ان شاء الله العمر كله يا قلبي انت تعرضت جانا بنت الفنانة المصري عمره دياب لانتقاداتي كتيري على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت صور معرفيئة البريطاني واسمه جوش ميلر اوبراين وجماعاتهم بوصي بصورة منهم وكانت اثارت جانا ضج كبير بحديثة عن مرضه ومعاناته مع متليزمة الحركة المفرطة والتوتر اللي كانت بتعاني منه وتسبب الى بمشاكل بالصوت عبر الفنانة التونسي صبر الرباعي عن فرحته بابنه اسلام اللي حصل عشادة الماجستير بادارة الاعمال ونشر صور جامعتهم على صفحته الخاصة بركله فيها وقال اليوم اكتملت فرحتي بحصول ابن الكبير اسلام على الماجستير بادارة الاعمال بثمناله النجاح الدايم احتفلت الرئيسة والممثل المصري فيفي عبده بالشفاءة بعد الازم الصحية لمرأت فيها وخضوعها لعملية جراحية ونشرت فيفي عبده فيديو على صفحتها الخاصة قدمت فيه وصلة رأس واعلنت راجعتها لمواقع التواصل الاجتماعي وقدمت فيفي رأسها على غنية عراقية وكانت لابسة فستان باللون الازرق وعلقت على الفيديو وقالت تحية مني لشعب العراق بحبكن كتير كلف ملك الاردن عبدالله التاني بنته الاميرة سلمة بافتتاح مركز للتدريب العسكري للنساء بمحافظة الزرق بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الأردنية وأحلف شمال الأطلسة واختارت سلمة تكون بالجيش بعد تخرجها من الأكاديمية الدولية بعمان وبلشت مصريتها بأكاديمية بريطانية اللي خرجت أفراد من العائلة الملكية الأردنية منهم جدا الراحل الملك حسان وبيا الملك عبدالله التاني وخيا ولي العهد الأمير حسان ونشر الدوان الملك الهاشمة على صفحته الخاصة صور من الافتتاح وبينت فيها الأميرة سلمة ببدلة عسكرية وشعرها مرفوع بعد ما اتهموها أن عملت تلميحات عن ميولة جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي رجعت النجم العالمية بيلي آيلش لإصارة الجدل من جديد عن هالموضوع ونشرت آيلش صورة إلى من كليب غنيتها لوست كوز اللي بيّنوا فيه رفقاتها لشراكوها بالكليب وعلقت على الصورة وقالت إنها بتحب البنت كان معكم بمجاز الفن علي صورة لتعرفوا كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن بوت كوم وأشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد